كنت قبل سنتين في كندا التقيت بأحد الإخوة هناك أحد الأطباء ممن يحذرون دراسات عليا وهو من أهل هذه البلاد أصلا فسألت عن الأحوال في المستشفى عند هؤلاء فقال لي يا شيخ إن هنا من العجائب شيء عجيب قلت له كيف فقال يا شيخ أنا في هذا المستشفى الآن أتدرب يقول أقبلت مرة إلى هذا المستشفى في الصباح الباكر قال فدخلت إلى غرفة الإنعاش قال وبدأت الدورة اليومية الجولة اليومية أتجول بين هؤلاء المرضى وأنظر في ملفاتهم ووعين حالاتهم وتحليلاتهم قال فلفت نظري سرير عليه شاب عمره 21 سنة هذا الشاب اسمه محمد قال فأقبلت إليه فإذا شاب مسلم قال فإذا الشاب لما نظرت إلى ملفه فإذا هو مصاب بمرض الإيدز وإذا هو قد أدخل للمستشفى بناء على نوبة صدرية قد أحاطت به وتعلمون أيها الأخوة أن مرضى الإيدز لا يكون عنده أصلا مناعة في جسمه فهذه المناعة تذهب بسبب هذا المرض يقول صاحبي فأقبلت إلى هذا الشاب فإذا به لا يكاد يعقل يلتفت بعينيه ويئن من شدة الألم قال فقلت له محمد محمد السلام عليكم محمد قال فبدأ الشاب يشهق ولا يلتفت إليه قلت محمد محمد قال فبدأ الشاب يشهق ولا يلتفت إليه قال فاتصلت على أهله لأرى ما حالته قال فردت علي أمه ردت على الهاتف سلام عليكم عليكم السلام أنت أم فلان قالت نعم قلت لها أنا الدكتور فلان من المستشفى وعندنا ولدك وهو في حالة خطيرة لعلك أن تأتي وتريه قالت أنا الآن مشغولة وسأتيك بعد نهاية الدوام قلت يا أختي كيف بعد نهاية الدوام ولدك الآن تعالي لي يقول فبينما أنا أتكلم معها إذ بدأت أجهزة الإنذار الموصلة بذلك الشاب بدأت تصفر بشكل مخيف فقلت لها لو أتيت بعد نهاية الدوام قد يكون الوقت متأخرا بعد ذلك قال فوضعت سماعة الهاتف وأقبلت على الشاب فإذا الشاب قد انخفضت به ضربات القلب والتنفس والضغط وبدأ الشاب في حالة احتضار قال فأقبلت على هذا الشاب وبدأت نشيطه قليلا حتى وصلت أمه فأقبلت على أمه قلت لها ما اسمه قالت اسمه محمد كما هو مكتوب قلت لها كم عمره قالت واحد وعشرون سنة قلت هل كان يصلي قالت لا قلت ما كان يصلي قالت لا والله ما كان يصلي لكني دكتور كان ينوي أن يتوب إذا كبر وأن يحج ويتوب انظر كما يفعل الشيطان بكثير من الناس يقول لا تزال صغيرا افعل ما تفعل من العاصي وإذا كبرت تتوب تقول كان ينوي أن يتوب إذا كبر يقول فقلت لها كيف طيب يحفظ قرآن قالت معرض لا يصلي ولا يفعل ولا يفعل قال فبينما نتكلم معها إذ اشتد صفير تلك الأجهزة فأقبلت على الشاب يحتضر يموت قال فقلت له لا محمد محمد وأمه تنظر إلي والممرضات ينظرن بدهشة قلت يا محمد قل لا إله إلا الله قال فبدأ يقول آه آه قلت لا إله إلا الله أرجوك قل لا إله إلا الله أرجوك يقول والله يا شيخ أني كنت أبكي وأنا أنفضه أقول قل لا إله إلا الله خلاص عجزنا جميع الأجهزة ما تعمل جميع الأدوية ما تنفع خلاص ما ينفع إلا الله سبحانه وتعالى يا فنى يا محمد قل لا إله إلا الله قال والله يا شيخ أني أستميت في سبيل ذلك وهو يقول آه 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 قال ثم بعد ذلك سكت قليلا ثم وضع لسانه على أسنانه ففرحت سيقول لا إله إلا الله فإذا به يقول I can't I can't I can't أريد صديقتي أريد صديقتي أريد صديقتي وينادي باسم فلانة التي كانت صديقته في الحرام يقول الدكتور يكلمني بنفسه يقول بكيت وأخذت أبكي أتوسل إليه أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله أرجوك قل لا إله إلا الله وهو يصيح أريد صديقتي أريد صديقتي وأمه تبكي ومن من رضاة ينظرن بدهشة حتى نزل الضغط وتوقف النبض وتوقف الضربات القلب فإذا به جثة هامدة لا يتحرك ارتمت أمه على قدميه تبكي وأنا وقفته دافع عبراتي ومن من رضاة ينظرن بدهشة إليه شاب مضى إلى رب العالمين والله ما نفعه شبابه ولا كثرة ثيابه ولا ما عنده من نعم ولا ما كان عنده من أموال كل هذا ذهب عنه في لحظة واحدة متى إذا لقي الله تعالى علم فعلا بما فرط فيه حياته